التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بالفريق الركن ذياب بن سقر النعيم رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع مملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وأكد القائد العام على اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البحرينية والتي تستند إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكل البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع مملكة البحرين حيث أجريت له مرسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وبحث الطرفان عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة